قررت الدولة زيادة سعر توريد البنجر هذا العام إلى ألف جنيه للطن وذلك من أجل إنتاج السكر الذي يعد من السلع الاستراتيجية يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه معدل توريد محصول البنجر لمصنع الدلتا بكفر الشيخ إلى ما يقرب من أربعين ألف طن وذلك لإنتاج السكر منتج السكر يعد من السلع الاستراتيجية المرتبطة بالعديد من الصناعات الغذائية والتي يمكن الاستغناء عنها وإلاء منها بأهمية هذه الصناع قررت الدولة زيادة سعر توريد البنجر هذا العام إلى ألف جنيه للطن وزارة التموين والتجارات الداخلية أعلنت ارتفاع معدل توريد محصول البنجر لمصنع الدلتا بكفر الشيخ إلى ما يقرب من أربعين ألف طن وذلك لإنتاج السكر متوقعة زيادة هذه الكميات إلى نحو مائة ألف طن بنهاية الأسبوع خلية نحل انشهدها مصنع الدلتا لتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلي وتذلل أي عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم الحالي نحن هنا متواجدين دلوقتي في غرفة التحكم الرئيسية اللي هي الكنترول روم هنا بقدر أتحكم في جميع مراحل التصنيع اللي بيمر بيها البنجر لحين تحويله إلى سكر معبأ في الشكارة مراحل التصنيع هي غسيل البنجر عمليات البشر والتقطيع عمليات الاستخلاص والانتشار ودي بستخلص فيها السكر اللي موجود في خلايا البنجر وأحوله العصير بيتم معالجته كيميائيا وحراريا وبيتم عمليات البخر ثم عمليات البلورة والنفض والتكفيف والتعبئة زيادة سعر توريد البنجر هذا العام إلى ألف جنيه للطن ساهم في زيادة معدلات التوريد لإنتاج السكر وخلق حالة رضا لدى المزارعين بهذه الأسعار خاصة وأن السعر عادل ومناسب لزيادة الكميات المصنع بيعمل لنا تسهيلات كويسة وبالنسبة للزراعة بيدينا التجاوي بيسهل لنا المبيدات وكل الحاجات دي بيسهل بدأوا ينزلوا تجاوي كويسة اللي هي بالنسبة للبيت إيس والتجاوي التاني اللي هي جزيل وقرم وحسام بديت كلها تجاوي كويسة بتدي أحجام وبتدي نسبة سكر انتاج سكر المحلي من البنجر والقصب سيعزز من المغزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة تنفيذا لتوقعات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مغزون من كافة المنتجات الغذائية